أهلاً وسهلاً بطلبة الثانية سراوي في أول دروس الترمي الأول من مادة اللحياء واللي يكون عن التغذية مبدئياً كده التغذية هي الدراسة العلمية للغزاء والطرق المختلفة التي تتغذى بها الكائنات الحية وأهمية الغزاء للكائن الحي إنه بيكون مصدر الطاقة اللازمة لإتمام جميع العمليات الحيوية في جسم الكائن الحي وبيكون المادة الخام اللازمة للنمو وتعويض ما يطلف من مادة الجسم إحنا عندنا نوعين من التغذية أول نوع هو التغذية الزاتية والنوع الثاني هو التغذية غير الزاتية التغذية الزاتية بتقوم بها الكائنات زاتية التغذية من إسمها التغذية الزاتية بتقوم بها الكائنات زاتية التغذية والتي تصنع غزائها بنفسها عن طريق تفاعلات كيميائية تتم داخل خلاياها لبناء المركبات الغزائية العضوية معقدة التركيب وعالية الطاقة التي تحتاجها لبناء جسمها كالمواد الكربوهيدراطية اللي هي السكر والنشا والمواد الدهنية والبروتينات وطبعاً بتبني الحاجات دي كلها من مواد غير عضوية أولية وبسيطة التركيب ومنخفضة الطاقة بتستمدها من بيئاتها وهي الماء والعملاح المعدنية وساني يكسيد الكربون وطبعاً ده بيتم باستغلال الطاقة الضوئية للشمس لإتمام هذه التفعالات الكيميائية فيما يعرف بعملية البناء الضوئي وطبعاً من أمثلة الكائنات زيتية التغذية عندنا النباتات الخضرة وفي بعض أنواع البكترية اللي بيحصل عندنا أن الكائنات دي بتاخد مواد غير عضوية وأولية وبسيطة التركيب ومنخفضة الطاقة زي الماء والعملاح المعدنية وساني يكسيد الكربون وبتحولها في خلال مجموعة التفاعلات اللي هي عملية البناء الضوئي إلى مركبات عضوية ومعقدة التركيب وعالية الطاقة زي المواد الكربوهيدراطية والمواد الدهنية والبروتينات تاني نوع من الواع التغذية هي التغذية غير الزيتية ودي طبعاً من اسمها بتكون بها الكائنات غير زيتية التغذية وبتحصل على غذائها من أجسام الكائنات الحية الأخرى اللي هي النباتات الخضرة أو من الحيوانات التي سبك وأنت غزت عليها على النباتات الخضرة دي فبتحصل على غذائها في صورة مواد عضوية جاهزة ومعقدة التركيب وعالية الطاقة زي البروتينات والنشويات والدهو الكائنات غير زيتية التغذية بتنقسم إلى ثلاث أنواع غير زيتية التغذية عضوية وغير زيتية التغذية الرمية وغير زيتية التغذية طفايلية الغير الزيتية العضوية زي أكلات العشب عندنا مثلاً الأرانب والماشية والخيول وأكلات اللحوم زي الأطط والكلاب والزئاب والنصور ويبقى فيه غير زيتية عضوية متنوعة انغذاء زي الإنسان والنوع الثاني اللي هو غير زيتية الرمية عندنا البكتيريا الرمية وفيه بعض الفطريات زي فطر عفن الخبز والكائنات الغير الزيتية التفايلية زي البلهريسيا ونبات الهلو وبرضو محتاجين نعرف الفرق ما بين الترمم والتطفل الترمم هو قدرة بعض الكائنات الحية على تحليل البقايا العضوية أو أجسام الكائنات الميتة أما التطفل هو علاقة ما بين كائنين يعتمد أحدهما اللي هو الطفيل على الآخر اللي هو العائل في بناء جسمه ويستمرار حياته بأن يستمد منه الغذاء كلياً أو جزئياً بينما تلحك بالثاني أضرار مختلفة عندنا التغذية الزيتية في النباتات الخضرة بتتم من خلال عمليتين أول عملية هي عملية امتصاص الماء والأملاح والعملية الثانية هي عملية البناء الضوي عملية الامتصاص الماء والأملاح بتتم في النباتات الخضرة الراكية من الطربة عن طريق الشعيرات الجزرية في المجموع الجزري للنبات وبعد كده بتنتقل من خلية إلى أخرى في اتجاه الأوعية النقلة علشان تنقل المية والأملاح دي وتحصل عملية البناء الضوئي بعد كده لو أنيجي نبص على تركيب الشعير الجزرية هنلاحظ أن هي امتداد لخلية واحدة من خلاية الطبقة الوبرية اللي هي البشرة والشعير الجزرية بيتم تبطنها من الداخل بطبقة رقيقة من السيتوبلازم وموجود جواها نواه وفجوة عسرية كبيرة وبيكون طلع حوالي 4 ملي متر وعمرها لا يتجاوز بضعة أيام أو سبيع لأن خلاية الطبقة الوبرية بتتمزق من حين لآخر ولكنها بتعوض باستمرار من منطقة الاستطالة في الجدر الشعيرات الجزرية بتتميز بأربع موصفات بتساعتها على الملاءمة على وظيفتها فعندنا أول حاجة الشعيرة الجزرية بتتميز بأنها كثيرة العدد وبتتمدد خارج الجزر وبتتميز بأن جدرها بيكون رقيق وبتفرز مادة لازجة وبيكون تركيز المحلول داخل فجوتها العسرية أكبر من تركيز محلول الطبقة الشعيرة الجزرية بتكون كثيرة العدد وبتتمدد للخارج علشان تقدر أنها تزود من مساحة سطح امتصاص الماء والأملاع وبيكون جدرها رقيق علشان تسمح بنفاذ الماء والأملاع خلالها وبتفرز مادة لازجة علشان تساعتها على التغلغل والانزلاق بين حبيبات التربة والالتصاق بها مما يساعد على تثبيت النبات وبيكون تركيز المحلول داخل فجوتها العسرية أكبر من تركيز محلول الطربة علشان يساعتها في انتقال الماء من الطربة إليها بالخصصية الأسموزية ولما نيجي نفحص جدر نبات هنلاحظ أنه هو بيتكون من ثلاث مناطق أول منطقة اسمها منطقة الانقسام الخلوي والمنطقة الثانية اسمها منطقة الاستطالة ودي بتقوم بتعويض الشعيرات الجزرية المنزقة من حين لآخر والمنطقة الثالثة والأخيرة هي منطقة الشعيرات الجزرية ودي بيزع فيها الشعيرات الجزرية كامتداد الخلايا الطبع الوبرية اللي هي البشرة احنا عندنا آلية أو عملية امتصاص الماء بتعتمد على أربع زوايا الفيزيائية الظاهرة الأولية هي خاصية الانتشار والخاصية الثانية هي خاصية النفذية والخاصية الثالثة هي الخاصية الأسموزية والخاصية الرابعة هي خاصية التشار أول خاصية معنا هي خاصية الانتشار وده عبارة عن حركة الجزيئات أو الآيونات من وسط زوتركيز مرتفع إلى وسط زوتركيز منخفض نتيجة للحركة الزيتية المستمرة لجزيئات المادة المنتشرة زي مثلا انتشار نوتة حبر، ساعة اتفكاس في مية والخاصية الثانية هي خاصية النفذية عندنا جدر الخلايا وخشيتها بتختلف طبقا لقدراتها على النفذية إلى ثلاث أنواع أول نوع بيكون منفذ، والنوع الثاني غير منفذ، والنوع الثالث هو شبه منفذ وده بيتميز بخاصية الاختيارية النفذية النوع الأول وهو الجدر والغشية المنفذة دي بتقدر أن هي تنفذ الماء وآيونات الأملاح المعدنية زي مثلا الجدر السلولوزية والنوع الثاني وهو الغير المنفذ وده لا تنفذ الماء وآيونات الأملاح المعدنية زي مثلا الجدر المغطى بالسيوبرين والكيوتين واللجنين والنوع الثالث هو الشبه المنفذ ودي بتقدر تنفذ الماء وبتحدد نفاذ كثير من الأملاع وبتمنع نفاذ السكر والأحماض الأمانية زاد الجزئات كبيرة الحاجب زي الأغشية البلازمية ودي بتكون أغشية شبه منفذة رقيقة زاد سقوة دقيقة جدا وطبعا كنا قلنا أن الجدل والأغشية شبه المنفذة بتتميز بخاصية الإختارية النفاذية والخاصية دي هي عبارة عن خاصية بتحدد مرور المواد خلال الأغشية البلازمية فبتسمح بمرور بعد المواد الصلبة بشكل حر وأخرى بتمر بشكل بطيء بينما تمنع نفاذ مواد أخرى حسب حاجة النبات نجي للخاصية الثالثة بعد كده وهي الخاصية الاسموزية وهي عبارة عن مرور الماء خلال الأغشية شبه المنفذة من وسط زي تركيز مرتفع لجزيات الماء يعني بيكون أقل في تركيز الأملاح إلى وسط زي تركيز مخفض لجزيات الماء يعني بيكون أعلى في تركيز الأملاح ببساطة كده لما يبقى عندنا غشية شبه المنفذ جزيات الماء بتنتقل من الوسط زي تركيز مرتفع لجزيات الماء إلى الوسط زي تركيز مخفض لجزيات الماء وطبعا بيحصل العكس مع تركيز الأملاح فبتنتقل جزيئات الماء من التركيز المنخفض للأملاح إلى التركيز المرتفع للأملاح وطبعا السبب في ده كله هو الضغط الاسموزي والضغط الاسموزي هو عبارة عن الضغط المسبب لمرور الماء خلال الأقشية شبه المنفذة والذي ينشأ عن وجود فرق في تركيز المواد المزابة في الماء على جانبي الغشاء والإعلاقة ما بين تركيز المواد المزابة في المحلول والضغط الاسموزي للمحلول بتكون علاقة طردية وبالتالي كلما زاد تركيز المواد المزابة في المحلول بيزيد الضغط الاسموزي نجي الخاصية الرابعة وهي خاصية التشرر جدر خلايا النبات بتمتص الماء من خلال الدقائق الصلبة وخاصة الدقائق الغروية التي لها القدرة على امتصاص الماء فتزداد في الحجم وتنتفق وذلك من خلال خاصية التشرر ومن أمثلة المواد الغروية المحبة للماء في النبات عندنا السيلولوز والبكتين وبروتنات البلوتوبلنزم ومثال على كده لما بنستخدم المنادين الورقية علشان نجفف بيها العرق في الصيف لأنها مصنوعة من مادة السيلولوز اللي بيكون لها القدرة على امتصاص الماء أو العرق بخاصية التشرر تعالى دلوقتي نفسر ازاي الجدر بيمتص الماء في ثلاث نقاط اول حاجة الشعيرات الجزرية بيتم احاطتها بطبقة غروية بتلتصك بها حبيبات التربة بما عليها من رشية مائية وزايبات عشان كده بتنتص الجدر السيلولوزية والبلازمية الماء بخاصية التشرر بعد كده الماء بينتقل بالخاصية الاسموزية من الطربة الى خلايا البشرة بحيث ان العصير الخلوي للشعيرات الجزرية اعلى تركيزة من محلول الطربة بسبب وجود السكر دايب في العصير الخلوي وبالتاني بيكون تركيز جزئيات الماء في محلول الطربة اعلى من تركيز الماء في الفجوة العسرية بعد كده الماء بينتقل بنفس الطرية إلى خلايا الكشرة وبيستمر لفتهركه لحد ما يوصل إلى أوعية الخشب في مركز الجد نيجي بعد كده لآلية امتصاص الأملاح المعدنية العلماء أثبتت أن النبات بيحتاج بالإضافة إلى الكربون والهيدروجين والأكسجين عناصر تانية ضرورية بيمتصها عن طريق الجد ولو حصل نعصف العناصر دي بيتسبب في اختلال النمو الخدري للنبات أو توقفه وبيتسبب في عدم تكوين الأظهار أو الصماء والعناصر الغذائية الضرورية للنباتات الخضرة بيتمقسم إلى مغزيات كبرى ومغزيات صغرى المغزيات الكبرى دي عناصر بيحتاج لها النبات بكميات كبيرة وعددهم سمع وهما بالترتيب النيتروجين والرمزه N والفسفور ورمزه B والكابريت رمزه S والكالسيوم C A والبوتاسيوم K والحديد F E والمغنسيوم M G وأهمية المغزيات الكبرى أن أملح النطارات والفسفات والكابريتات دورها أن هي بتحول الكربوهايدرات إلى بوريتينات والفسفور بيدخل في تكوين المركبات النقلة للطاقة اللي هي ATB واللي اسمه أدينوزين سلاسي الفوسفات والحديد بيدخل في تكوين بعض الإنزيمات المساعدة اللازمة لإتمام عملية البناء الضوي إنما المغزيات الصغرى عناصر بيحتاج لها النبات بكميات بليلة علشان كده بيطلق عليها اسم المغزيات الصغرى أو المغزيات الأسرية وعدتهم 8 عناصر وهما بالترتيب الكلور ورمزه CL البرون ورمزه B والخرصين ورمزه ZN والألمونيو AL والوينجنيز MN واليود I والنحاس CU والملبدينو ورمزه MO وأهمية المغزيات الصغرى هي إنها بتعمل كمنشطات للإنزيمات العناصر اللي بيحتاج لها النبات من التربة مصدرها يعمى بيكون عناصر دايبة في التربة نفسها أو نباتات متحللة أو موضع عضوية ناتجة من تحلل كائنات ميتة وممكن ما تتوفرش العناصر دي في التربة وبالتالي يلزم إن إضافة السماد اللي بيتضمن عناصر غالبا مش متوفرة زي النيتروجين والشسفور والبتاسيم اللية امتصاص الأملاح المعدنية في النبات بتعتمد على ثلاث زواهر فيزيائية الزاهرة أو الخاصية الأولى اسمها خاصية الانتشار والخاصية الثانية اسمها خاصية النفذية الاخترية والخاصية الثالثة اسمها خاصية النقل النشط خاصية الانتشار بتتم من خلال انتشار بقائك الزئيبات اللي هي أيونات العناصر نفسها بتنتشر بشكل مستقل عن بعضها البعض وعن المية في صورة يام أيونات مجابة اسمها كاتيونات أو أيونات سالبة اسمها أنيونات فبتتحرك الأيونات دي بخاصية الانتشار من محلول التربة اللي بيكون فيه تركيز عالي وبتمر داخل الجدران السلوليزية اللي بيكون جواها التركيز منخفض ده غير أنه ممكن يحصل تبدل الكاتيونات عبر قشاء الخلية فمثلا بيخرج أيون السوديوم من الخلية ويدخل بدلا منه أيون البوتاسيوم إنما خاصية النفذية الاخترية بتحصل لما تصل الأيونات لنغشه البلازمي شبه المنفذ فيختار بعض هذه الأيونات ويسمح لها بالمرور بينما لا يسمح لأيونات أخرى وذلك حسب حاجة النبات بصرف النظر عن حجمها كبيرة أو صغيرة أو تركيزها سواء كان أعلى أو أهل لداخل الفجوة العصرية أو شحنتها سواء كانت سالبة أو موجبة نجي لخاصية الثالثة وينخاصية النقل الناشط في بعض الأحيان بتنتشر الأيونات من محلول التربة وبيكون تركيزها منخفض إلى داخل الخلية وبيكون تركيزها مرتفع علشان كده لازم وجود طاقة كيميائية لإجبار هذه الأيونات على الانتشار ضد التدرك في التركيز وبيطلق على العملية دي عملية النقل الناشط ومن أمثلة النقل الناشط تم إجراء تجربة على تخلق النيتلة اللي بيعيش في مية البرك فكانت النتيجة كالتالي أول حاجة تركيز الأيونات المختلفة المترقمة في العصير الخلوي الخلايا التخلق بتكون أعلى نسبيا من تركيزها في المية بتاعة البركة وبالتالي الخلية بتحتاج أن هي تستهلك طاقة علشان تمتص هذه الأيونات وبرضو تامي ملاحظة أن تركيز بعض الأيونات المترقمة في الخلية بيزيد عن الأخرى مما يؤكد أن الأيونات تمتص اختياريا حسب حاجة الخلية وفي معلومة كده لازم نضيفها في الآخر وهي عند غمر النبات بالماء لفترة طويلة نسبيا بتحل جزيات الماء محل أكسجين الهواء الموجود بالحبيبات التربة فيصعب على النبات امتصاص الأكسجين بوسطة الشعيرات الجزرية مما يؤثر على امتصاص بعض الأملاح المعدنية بالنقل النشط من التربة لعدم توافر جزيات ATB نتيجة غياب الأكسجين اللازم لعملية التنفس ترجمة نانسي قنقر